تنمية المستدامة وعربت سعادة الوزيرة عن فخرها واعتزازها بنجاح مملكة البحرين في تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة والتميز المملكة كأنموذج متحضر ورائد في تجاوز تداعيات الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا بدون الإخلال بتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة عبر تفعيل حزمة من المبادرات التي لعبت دورا محوريا في ريادة مملكة البحرين عالميا في التصدي لجائحة كورونا ومنها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي والالتزام بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 ودمج أهداف التنمية المستدامة في برنامج الحكومة 2023-2026 من التعافي إلى النمو المستدام وتعزيز التحول الرقمي بالإضافة لإنشاء وزارة التنمية المستدامة في عام 2022 حيث كان لهذا النهج التكاملي أبلغ الأثر في ترسيخ الخطة المستدامة للتعافي الاقتصادي كما أشارت إلى دعم مملكة البحرين التعاون الدولي والشراكات العالمية في مجال تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضرورة الاستفادة من هذه المحافل الدولية كمنصات للحوار والتشاور حول تفعيل الشراكات العالمية واستحداث الحلول المبتكرة التي من الأهمية بمكان أن تكون متاحة وفي متناول الجميع